العد التنازل يبدأ من الآن وحتى يوم غد الكل يترقب وينتظر أن تكون تظاهرة مشرفة خالية من العنف والقتل والدم والحرق والملاحقة والاعتقال والضرب والتنكيل والتهديد والتجاوز كما حصل في تظاهرات الأول من هذا الشهر ويبدو أنه التوجيهات الرئاسية إلى القادة الأمنيين وإنشاء قوات حفظ القانون ومنع المنتسبين من حمل الأسلحة راح تكون مؤشر إيجابي للتظاهرات اللي من المؤمل أن يشارك بيها كل أطياف الشعب العراقي بمنتهى السلمية وعقد مجلس الأمن الوطني اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء وأكد الحق بالتعبير عن المطالب المشروعة بالتظاهر السلمي وتكفل القوات الأمنية بحماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة وعدم السماح بحرف التظاهرات عن مسارها السلمي والدعوة للتعاون من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار وكشف مصدر أمني عن خطة لفرض حضر التجوال تبدأ من يوم الخميس بالتزامن مع اقتراب موعد التظاهرات حتى يشمل العاصمة بغداد وينسحب إلى محافظات أخرى وتعتزم منظمات واتحادات ونقابات فضلاً عن ناشطين بالخروج في تظاهرات حاشدة يوم الجمعة تضامناً ودعماً للتظاهرات وتعهدت وزارة الدفاع بحماية المتظاهرين فيما دعت المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية وصد حملات من ناشطين للتأكيد على سلمية الاحتجاجات وأطلقت هاشتاك واجبنا حمايتكم والداول الناشطين بالتواصل الاجتماعي نفس الوسم للتأكيد على سلمية التظاهرات وحمايتها من الأعمال القمعية رئيس الوزراء وفي مسعى جديد لتهدئة الأوضاع التعهد بأنه سيتم تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلة والمدراء حتى يوصل بالحالات العليا إلى النص بحيث ما يتجاوز أعلى راتب ومخصصات 10 ملايين دينار شهريا يعني 10 ألاف دولار وأوضح أنه الأموال المستخلصة من هذه الخطوة راح تكون إضافة لمساهمة الدولة لتأسيس صندوق ضمان اجتماعي يضمن أنه ما يبقي عراقي تحت خط الفقر وذلك بحصول أي عراقي ما عنده دخل أو أي فرد في عائلة ما عندهم أي دخل على منحة شهرية ما تقل عن 130 ألف دينار